في تسلم يا حبيبي مهران في موضوع ثاني وهو بالنسبة لمعاناة إصحاب سيارات Volkswagen و Audi أو Volkswagen Group سخبرتي أنا في السيارات تقريبا لنفرض أنه إمتى بلش يشتد ساعدي بالتصليح السيارات يعني في نهاية 2009 كنت ألاحظ من نهاية 2009 لغاية اليوم ألاحظ شغلة معينة موجودة في زباين Volkswagen و Audi و Scuda هذه السيارات ليس موجودة في باقي الزباين يعني ليس موجودة في زباين Mercedes أو زباين BMW أو زباين الأمريكي أو الياباني أو هذا جماعة Volkswagen الأغلبية لاحظت أنهم ملمين في سيارتهم أكتر من غيرهم والسير شبعهم أونلاين على موبايلاتهم على أسام القطع والريبير وكيف الريسات هاي أمور هاي أشتر من غيرهم أشتر من جماعة البي أم أشتر من جماعة المرسيديس وأشتر من جماعة الياباني والكوري وهذا عرفت علي لاحظت أنه جماعة اللي عندهم جولف أو عنده بسات أو عنده أودي أو عنده سكودا أو سيات أو هاي السيارات اللي هي مملوكة لفوكس جنيجروب أنت لاحظت قديش هم مشاطرين بالسيرش على الجوجل لاحظت النقطة هاي على فكرة النقطة هاي أنا منتبهلة من زمان ونفسي أتكلم عليها حتى عملت محضر غلاف غلاف فيديو أني بعملها بس لأنه أنا المشلع بيفصل كتير بالإدتينج عندي عرفت علي فبدي أغير الكمبيوتر كل ورية حراسي فالموضوع هذا حب أتكلم فيه من زمان انتو بتعرف شو السبب السبب سرعة الأبديت عند جماعة فوكسفاغن فوكسفاغن هم سيارة الشعب بالألماني داس أوتو هاي السيارة هي السيارة الشعبية يعني فوكسفاغن السنة اللي فاتت بيوم واحد باعوا عشر تلاف سيارة كهربائية عشر تلاف سيارة في يوم واحد عملوهم بايعين في سنة 2017 بايعين ثلاثة مليون سيارة في السنة ثلاثة مليون سيارة عرفت علي شركة فوكسفاغن من أكبر القلعة الصناعية مش سيارات بس يعني قلعة صناعية بتنقاس بقلعة صناعية كبيرة تانية هي كقلعة صناعة سيارات من أكبر القلعة في العالم عرفت علي قلعة اشتروا شركة بورش اشترواها شركة أودي كانت زمان مشترية لمبورجيني اشتروا اودي باللمبورجوني يعني الجمل بما حمل اشتروها اشتروا شركة سيات اشتركوا شركة بوغاتي واشتروا شو تاني بنتلي يعني شو بدي قول لك مملكة عاملين مملكة قلعة تصنيع تبعهم معتمدين تكنولوجي واحد يعني مثلا شركة اودي شركة كبيرة ومشترين لمبورجيني فوكسفاغن لا يجعلهم يصنعهم حركات هم اللي يصنعونهم بيجيبوا المدرة او المهندسين او الشف انجينيرز اللي بشركة لمبورجيني بيشغلوهم عندهم وبيعطوهم تاسك اعمل واحد اثنين ثلاثة شركة فوكسفاغن مغرورين جدا انا هذا حسب وجهة نظري مغرورين جدا بحالهم جدا مغرورين وعندهم العنجة الالمانية موجودة باكبر صورها في شركة فوكسفاغن يعني كتير كتير متعجرفين عارفت طمسوا هوية بورش شركة بورش طمسوا هويته وطمسوا هوية شركة اودي عارفت علي ومش مخلين المحركات تبعتهم كلهم بس الدرايف ترين تبعا فوكسفاغن وعم بيضاربوا بقطع الغيار عم بيضاربوا شركة بوش يعني عم بيحاولوا انهم يشتغلوا كله عارفت كيف سبع اشغال والبخت زي ما بيقولوا طيب الابديت اللي عم بيصير عم بيصير ابديت سريع كتير للمحركات والتكنولوجي والجير بوكس والسوفتوير والموديلات وكل 30 بيقلبوا موديلات خيب فليش زباين الاودي والفوكسفاغن وهدول ليش شاطرين بالسيرش اونلاين يعني بيجزبون فعلا بيجزبون عارف العطل على الورشة اللي معه جولف واللي معه شيروكو واللي معه اودي بيكون جاي وعارف العطل ومدور في المنتديات ومدور 90% من زباين الاودي والفوكسفاغن بيتكلموا انجليزي وبيعرفوا يدوروا بالانجليزي لان العربي ما يجب له شيء يعني منتديات عربية ما يلاقي شيء على جولف هيقول له عندي رجة في المكينة هيقول له غير طرمبة بنزين فلمت علي فإحنا عندنا الوكالات مترهلة والأوديت عندنا بطيء مقارنة بالأوديت تبع الصناعة بره السريع فبتلاقي مثلا واحد بقولك انا الي 40 سنة شغال في الوكالة تعرف واحد اللي يكون منه 40 سنة شغال بيكون عنده نوع من الغرور يعني انه هذا كله كله كلام فاضي هذا كله كلام فاضي وبصير فيه شغلات صغيرة يعني تفرق كثير معه ما بينفع انك تمشي النظام القديم على التكنولوجيا الجديدة حرفت عليك زمان كنت عندما تقول له ملا واحد سيارة 1.8 لتر بتعمل 400 هرس باور حرف كيف يضحك عليك يقولك انت مجنون AMG اللي هي A45 المرسيدس 2.0 400 هرس باور حرفت عليك يعني هاي التكنولوجيا كل يوم عم تزيد بس ليش شركة فيكسفاغن بالذات بتلاقي زباينها شاطرين كتير بالسيرش أونلاين ليش هالموضوع انا ركزت فيه من زمان قلة الخبرات يعني قلة الخبرة للناس اللي موجودين انا مثلا كنت شغال فوكسفاغن عم بعطي مثلا انا مشتغلتش بس انو عم بقول مثلا انو فرضنا انو انا كنت شغال فوكسفاغن من الالفين وعشرة مثلا للالفين وخمسطاش صار عندي فكرة انو كيف بتصلحوا الموديلات من الالفين وعشرة لالفين وخمسطاش بطلت من شغال فوكسفاغن دفتح ورشة لأيلي معلوماتي انا ضلت من الالفين وعشرة لالالفين وخمسطاش طيب لالفين وستاش نزل تكنولوجيا جديد اللي اتعلموا تحت ايدي انا واخدوا خبرات مني واشتغلوا مني هدول خبرات كلها في السيارات اللي هي من الالفين وعشرة لالفين وخمسطاش واللي اقدم طبعا يعني من 2006 2007 2018 لالفين طيب 2016 نزلت موديلة جديدة نزل تكنولوجيا جديدة هدول اللي كانوا اشتغلوا تحت ايدي وطلعوا برا بدي يصير ألف ليش مش عارفين شو تكنولوجيا جديدة وما عندهم استعداد تعلموا بالوراثة تعلموا بالوراثة ما تعلموا بالبحث والريسيرش فعشان هيك القطع الغيار غالية وال تكنيك سبورت تعبان زبون ملأة قدام عشقه قدام مثلا سيارات فوكسفاغن اذا بيعشقها وبيحبها وهي سيارة حلوة بين بينك سريعة ومتماسكة وخفيفة وإفشنت واقتصادية قطع الغيار يعني منقدرش نقول انها غالية لان تعتبر حتى أرخص من بعض الياباني سيارات فوكسفاغن بس الأعطال كتير كتير أعطال عشان هيك بتلاقي الزبون بينلسع بينلسع بالقطع الغيار فبنتطر الزبون انه دايما يروح يدور عونلاين باوي انجليزيتو باوي سيرش سكيلس تبعيتو فبتلاقي صاحب الفوكسفاغن والأودي بتلاقيه الشاطر بيجي بيسألك هو عارف وهو منور هو عارف سيارته شو فيها بالزبط ومشتبه بشغلتين أو ثلاثة مش معناها انه باقي الزمان ما بيعرفوش أو هذا لا بس خصوصا جماعة أودي فوكسفاغن حريفة سيرش عرفت اللي عنده السؤال يعمل له كابي هوقف اللايف هذا وعملكم اللايف أسئلة